موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو معاك من جمال سالم من جي سالم بيزاينز وكل سالم طيبين يا جماعة ونساء الله يوم سعيد علينا كلنا النهاردة الحلقة ستكون عن فيكتور أرت بما ان كان طلب مني من يومين كان بلال طلب حاجة بلال سامي كان طلب حاجة عن موضوع فيكتور أرت أو حاجة حتى عن أسيات وكذا فلحظت ان فيه ناس كثير مهتمة يعني وليد كان مهتم وحسين طاهر محمود وفيه عمر وفيه اسامة فليه فيه ناس كثير كانت مهتمة بالموضوع فحبيت ان نعمل الفيديو دول يعني الفيكتور أرت هنعمل النهاردة هنستخدم او طرقتين ان نعمله بس قبل ما ابدأ احب بس اوضح حاجة ان انا بشتغلش في الفيكتور أرت خالص لسببين يعني ده مش مجالي او المجال اللي بشتغل فيه ولكن عندي خلفية انه ازاي بيتعامل الاسباب ان انا بشتغلش في الفيكتور أرت مع انه فن جميل وكل حاجة بياخد وقت كتير جدا بحيث انك تطلع حاجة فعلا مزبوطة او حاجة محترفة او كده الحاجة التانية مفهوش فلوس بالنسبة لي يمكن انت بتحب الموضوع او بتحب موضوع وكهواية او كده ممكن تعمل منه فلوس او لا انا مش عارف يعني اعتقد انك تعمل منه فلوس هزين تكون حد فعلا محترف جدا 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 والناس تطلبك انك تعمل شغل ليها غير كده فتكون بتعمل ده كهواية وانا بصراحة ما عنديش وقت ان انا اعمل حاجة هوية انا عندي الشغل وعندي حاجة فكلنا محتاجين فلوس يعني فباشتغل في الحاجة اللي بتعمل فلوس ولكن بعد ما عمنا دوت هعمل الحلقة مرة تانية ده مش مش مجال شغلي او كده فاشارك معاكم معلومات اللي انا عارف فانا في حد عنده معلومات اكتر ريت يشارك معانا او يحط على الجروف اي حاجة لو انا في حاجة موضحتهاش يا ريت اللي بيعرف المجال دوت او شغال في المجال دوت يساعد برضو الناس المهتمة بالموضوع والشكر للجميع طبعا من غير من التكلم كتير هابدأ على طول انا عندي هنا في طرقتين طبعا ممكن تعمل فيكتور ارث دوت او تاخد نفس الشكل او توصل نفس الشكل عن طريق الفوروشوب وفي الطريقة التانية اللي هو عن طريق اللي هو فعلا بتكون بترسم وطبقات وحاجات مين دي اسرع طريقة لو انت معندكش ناس عن الفوروشوب وحابب توصل للشكل دوت في الفوروشوب لو عندكش إلستريرو تقدر توصل للشكل طبعا في الفوروشوب ويكون شكل فيكتور ارث ولكن هو مش فيكتور ارث يعني الفيكتور بمعنى فرق بين الفيكتور والبيكسل مش هنخش في التفاصيل دلوقتي ولكن من توصل للشكل ده فعندي صورة صلاح هنا عاوزين نوصل للشكل دوت انا عندي الصورة دي اول حاجة اعملها عشان انا بس اشغال على الشخص نفسه هاجي على سيليكت هاجي على سيليكتشن حوالي من الشخص اللي عندي اللي هو محمد صلاح انا مش ههتم بالزيادات دي انت بس وانت شغلت تظبط نمورك يعني طبعا حاجة سريعة كده لو عاوز تقلل هذه الحاجات دي كلها انا عملها عن السيليكتشن والكلام من ده فوروشوب اضغط على option وابدأ ان انا انا اقص الحاجات اللي انا مش محتاجها وعمل سيليكتشن يكون كويس وكده وفيه طبعا عندي ال refine edge والكلام ده انا مش هتكلم عن ده النهاردة دعنا نقول انا مبسوط من ده اضغط على ctrl command J هيعمل لي نسخة من صلاح على خلفية سيادة بحيث ان اشتغل عليها يعني وابدأ ان انا اعمل مثلا اخفي الخلفية دي اجي على صلاح في عندي كذا طريقة ان اوصل الموضوع ده هابدأ بأول طريقة احاول ده smart object بحيث انه عندنا في flexibility في الشغل وكده convert smart object وابدأ على filter في عندي حاجة يسمى filter gallery filter gallery كما نرى فيه options كتير دعنا نعمل zoom out في عندك cut out تختار الcut out ده فهي تضيك نفس الشكل اللي هو بتاع vector art بطريقة سريعة وابدأ ان انت في عندك the slides هنا لاحظ معي طبعا بتحدد الكامية انت عاوز number of levels عاوز كام level او كام مرحلة يعني من الالوان فبتحدد لو عاوز للنهاية كده بيضيك مراحلة كتير جدا عاوز تقلل الموضوع مثلا لحاجة كده انت وزعك او انت وحسب الشكل انت رايح عليه دعنا انا خلاص وابدأ ان ابدأ او مبسوط بحاجة كده وابدأ ان اشتغل مع the edges شوف انت الشكل انت عاوز او الشكل انت بتدرع عليه وتبدأ تزبط من هنا طبعا دوت ممكن ازود كده هتلاحظ معي t-shirt وفوشه بيبدأ ان هو يحدد highlight و shadow baseline حاجة كده مثلا وبتقدر ان انت العاوز تزود كمان لو ممكن تعمل layer زيادة من هنا بيضيك another cut out مش شرط ان يكون cut out ممكن اختار حاجة تانية ممكن اختار مثلا ممكن اختار مثلا حاجة كده ممكن اختار dry brush او اي حاجة تانية انت محتاجها بحيث انك تعمل combination من options الموجودة عندك فانا خلاص اقول انا خلاص خلاصت كده طبعا الموضوع يحتاج شغل اكتر من كده ولكن مبدئيا بيكون انت وصلت معاك الشكل اللي احنا شايفينه ده وبضعت اوكي بيضيك الشكل دوت اللي هو بيكون شكل vector art وبدأ تزبط الحاجات مثلا standard اللي هو الكلام الموجود هنا بتزبطه بعد كده بعد كده فيه حاجة تانية انا اعمل كمان اخد layer من دوت ctrl 8 j اعمل layer out هنا واشيل ال object اللي انا عملته دوت انا مش عاوز ده اخليها الصورة عادية خالص بحيث ان انا عاوزي اعمل حاجة اسمها threshold هاجي هنا adjustment layer افتح القائمة دي في عندي حاجة هنا اسمها threshold وضعت على دي على طول يحول الصورة black and white او ابيض واسود كأنها victory يعني حاجة زي كده فيه السلائد دوت بتزود الاسود او بتقلل فانا بس اعجي على حاجة زي كده انا عاوز الشهاده بتاعي يكون واضح اكتر مثلا في الصورة ثلاث انا مبسوط من دوت انت وصلت للشكل ده انا طبعا شغال هنا بسرعة بس ادي الفكرة بالنسبة لفورو شاك فضعت على الاثنين دول انا مش محتاجهم اعمل merge ctrl او كماند اي اعمل امرش بفيه عندي اللير دوت اعمل اللير ده خليه multiply فول لير دوت لاحز معي دلوقتي انا لما اشيل دوت زود لك اللون الاسويتشوية في الموضوع فبعد ارننا من هنا الاباسيتي ببدأ قلل الاباسيتي اللي احس ان هو كتير قوي ببدأ قلل الاباسي عندي خلاص انا خلصت كنون الموضوع بقيت الحاجات الموجودة عندك انت بتعملها يدوي بمعنى ايه انت بس خلفيه انا هاجي هنا على adjustment مرة تانية او اجي على gradient واختار عندي مثلا ايه double click here اجيه بالويندو ده افتح اختار ايه gradient مثلا الgradient الموجودة ده انا مش همز اضيع وقت كتير في الموضوع لان مش هاز الحالة تطول فبالله توقيه خلاص بقى عندي gradient زي كده ممكن اجي كمان اعمل gradient فوق الgradient دوت وابدي له مثلا اللون يكون ابيض مثلا اجيه على اللون دوت واختار اللون الابيض عندي واخليه ده اسود مش مشكلة وابدي هنا كده بابدأ ان انا اعمل دوت مثلا radial وبحرك اللون دوت بخليه مثلا ورا الراس لو انت بتعمل لوحة او رسمة او حاجة كده خاصة بيك وابدأ انت تزود الموضوع كما انا شايفين هنا كده بيديه كنون الابيض دوت لو مش عاوز يكون ابيض خالص قدر تلعب في دوت خليه مثلا multiply او overlay بيديه كنون orange اللي انا شايفينه ده وبنجي بعد كده في عندك اللي هو الضبط الحاجات اللي في الوش نفسها بمعنى اي انا باقي هنا مثلا هتعمل zoom in على وش صلاح مثلا طبعا العين عندك مش بصبوطة ولا تبدأ تصغير على هذه الحاجات هتعمل new layer وتيجي على brush بطار لون الابيض اكس دوت من هنا اوضغط على X يجب لك اللون الابيض وتأكد فرشة عندك ما تبقاش نعمة او تبقى مثلا 28% 30% وابدأ ان انت تصغير فرشة وتيجي بتعمل موضوع البياض اللي في العين دوت تضبط اللون هنا وبتيجي مثلا ان في عندك الاضاءة اللي بتقف العين هتعمل نقطة هنا ونقطة هنا صغيرة نفس الموضوع عندك هنا هتعمل نقطة كبيرة ده اللي بيكون رفليكشن بتاع الفلاش او الاضاءة او النور اللي موجود اثناء ما كانوا بياخدوا الصورة وطبعا بنكمل نضبط احنا موضوع العين والحاجات دي كلها انت تقدر تمشي فوق الصورة دي كلها لو عندك طبعا الوقت الكافي عشان انت لو شايف في الحاجات دي كلها مثلا فيها تجاعد كتير او الحاجات دي كلها انا هشوح لك الفكرة او هشوح لك الفكرة والداء كله عليكم انتم بعد كده حاجة كده مثلا دعنا نقول نلاحظ ان عندي فيه الموضوع العين ده او الحاجة ده مش مظبوط قوي او كذا فانا اقدر راجي بال مستخدم متمكن من مستخدم تقدر تستخدم اداة تانية أو حاجة زي كده لكن حالنا نستخدم مثلا دعنا نقول مثلا عندي الاي براوز هنا مش مظبوط قوي فبدأ ان انا امشي فوق الالوان اللي عندي دي اللي معمول لها تحديد وببدأ ان انا اعمل حاجة زي كده طبعا الموضوع مش طعب كده ولا خالق حاجة خالص وببدأ ان انا امشي مع المنضوع زي ما احنا شايفين كده فقداني الشكل ده طبعا ده موجود بعث اقدر احاول دوت لسيلكشن رايت كلك واجهنا على ميك سيلكشن خلاص عمالي دوت سيلكشن فيدر وان وهامل دوتها ملاب لون الاسود مثلا وبدأ على كنترول او كماند انا عاوز الباكراون عاوز ادري اسود فقدت على كنترول او كماند باكسباس او دليد فقداني اللون الاسود دوت كنترول او كماند دي عشان اعمل دي سيلكشن اداني حاجة زي كده وببدأ ان انا ازبط اموري لو انا جيت على الفرشة مثلا هنا صعورة الفرشة عندي خالص وبعد اخر ان انا قريبه ان اتساع cupboard الشعر او و التشعر او quella بتاحسس، ادريد ان تم تحسس واحد واحد و تزبط الامور طبعا تقدر تلون كل الكلام ده كله مثلا خلينا اقول انا محتاج اللون دوت مثلا يعني خلينا انا اعمل نيو لير هنا انا مرة تانية باشروح الفكرة وانت بعد كده تزبط امورك زي ما انت عاوز خلينا اعمل مثلا انا عاوز اخلي اللون ده شوية دارك او اغمق من كده اجي على الفي عشان اوقف على موف تول هعمل نيو لير وايجي على هيرون ساتوريشن انا عاوز احدد اللون ده مثلا فباجي هنا كده بحدد اللون دوت انا حددته خلاص اضغط على الضغط دي بابدأ ان انا لاحظ معي دلوقتي انا عاوز اعمل ساتوريشن لو انا عايز اخلي ده بس الساتوريشن دوت على اللير بتاع صلاح بس بسحب دوت تحت كده وبخليه بس قليبت اضغط على option او alt بيديني السهم ده بيعمل زي clip بمعنى ده بيكون اللير دوت على اللير ده بس وبابدأ ان انا ازبط انا عاوز اخلي ساتوريشن هاي او اعال او اقل او كلام من ده اعاوز اقلل او ازود او 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 خلان انا عملت حاجة زي كده مثلا لاحظ معي الموضوع كله اختفى فبعمل دوت باللون الاسود لو انا ملده باللون الاسود زي كده خفيته جبت ال brush لو انا عايز اخلي ده اغمع يعني ممكن انت مش عاوز وكازه كان الموضوع عندك كده كان كويس خلاص تبدأ انت تلون الموضوع دوت تمشي فوق الحاجات الموجودة عندك اللي هو كأنك تعمل trace يعني بتشف الحاجات الموجودة وبتاخد وقتك هوا مشكلة الفن دوت الحاجات ده وياخد وقت كتير جدا عشان كده انا باشتغلش فيه خالص ما علينا فدي الفكرة من موضوع انه هو انت تبدأ تاخد شكل ال effect دوت في ال for shop وبتبدأ تزبط امورك بعد تشوف انت محتاج تعمل ايه تعدل الحاجات دي كل المناطق اللي موجودة عندك في الصورة دي كلها وفي النهاية بيضع معك الشكل اللي هو ال vector art ده بالنسبة لل for shop طيب خلينا نقول انت عايز تعرف الطريقة او ال method بالنسبة لل illustrator طبعا ال illustrator بيختلف كليا في عندي الصورة امينة مسعود طبعا كل اللي تعرفه بمناسبة الفيلم اللي عمله بتعلاق الدين دوت فعندنا صورة دي مثلا انا عاوز اعمل لها ارسمها او اعمل vector art effect في illustrator في ال illustrator بعمل ايه انا عندي فيه layers لو انا فتحت layers زي ما انا شايفين كده في عندي دوت فانا انا عاوز اعمل زي template او حاجة ان انا اشرف منها يعني بدلا ما انا هنا مثلا وضعت على اقل وبعد نعمل lock لل layer وكلام من ده لا فيه طريقة جميلة جده في illustrator ربما بتضغط double click على layer دوت بيظهر لك ال window ده layer option تمام؟ بتيجي تقول له dim يعني اعمل لي transparent للصورة دي 50% وخليها لي template يعني وضعت اوكي خلاص دي دلوقتي بعد template لاحظ معي هنا في الجزء اللي موجود عندنا ده تعمل لها look واخذت علامة template زي ما انا شايفين كده فعندي layer دوت خلاص مقفول ما قدرش اعمل في اي حاجة فده طبعا بحيث اعمل براحتي وكلام من ده كلام جميل جدا دلوقتي انت فيه حاجتين لو انت شغال على ال illustrator وفي عندك tablet لو عندك pin الالم الووكم والٹ كلها البامبو والانواع الموجودة كتير ده تقدر تعمل بل pn لو عندك pin تقدر تعمل ستعمل New brush هتحتاجي تعمل brush ستتأتي على New brush وتتأتي على Calligraphy وبتضغط اوكي هذا ال window دوتا ممكن تسميعها اوضحها كم انتعاوز سوف تغييره فقط سوف تغييره فقط سوف تغييره فقط سوف تغييره فقط سوف تقلل البوينتي على ثلاثة ثلاثة سوف يكون لديك خط كبير دعني اقف هذا بسرعة لكي أشرحها انا لو جاءت فرشة هنا وعندي فرشة بيسيك وعملت خط دعني اقوم باللائر تأكد ان تقوم باللائر عندما اقوم باللائر كله متساوي حتى لو استخدمت البن عندي لان هذا هو بيسيك انا الوقت ماشي فالخط متساوي خالص كله نفس المستوي انا لا أريد ذلك انا أريد أن يكون بداية صغيرة وعيني يكبر في النص وعيني النهاية صغيرة شيء بالشكل انا لا أريد أن أستخدم ذلك انا أريد أن تكون بالبن تول لانا أتحكم فيها بالبن عندي سوف أضغط على نوع كاليغرافي براش سوف أحدد له مثلا دعني مثلا خلت دعني براشر وعينييني أيضا هنا بحيث أن يبدأ 2.22 فاهموا معي ازاي وفهموا معاه وبردت خلص دعني فيه براشر بدأت تظهر عندك هناك فلاحظ معي هذه الوقتها أنا لو استخدمت سأجربت بالماوس الأول أنا أقوم بالبن عندي وعيني البراشر وبعمل الخط خلفيه كله بنفس المستوي دعني أغير اللون دوت تمام اللون ليسه الآن انا بالبروش بحرك الموضوع كده اداني الخط كله بخط واحد يعني بنفس المستمر بدل النهائي احنا عاوزين منذ الوقت نشتغل بالPIN دعنا نجرب بالPIN انا الوقت امسك القلم عندي لو انا بعمل خط لاحظ معي بيبدأ عندك من حسب ضغطك انت انا الوقت ضغط بدأ قليل طلع كبير لو انا ضغطت مثلا قليل وبعدين ضغطت كثير وبعدين قليل تاني ده الفكرة يعني لو انت عندك PIN تستغل بنفس الموضوع ده تستطيع ان تعمل Tracing للموضوع يعني يأتي على الوش وبعدين يأتي على العين ولمش عارف ايه ونعمل حاجات ده الوقت ولكن ده الفكرة لو انت عندك PIN حاجات اخرى اعود اذكر قبل ان تتكلم لو انت معندكش PIN لو معندكش tablet وعندكش سعر بالماوس لو ضغطت دبل كليك هنا على البروش في عندك الoption دوت هنا بمعنى في عندك وانت بتعمل لو انا خليت دوت مثلا على accurate لو خليت الoption دوت على accurate وقيت ان انا ضغطت اوكي وبدأت ان انا اشتغل بالماوس مثلا او بالPIN او بقية حاجة تانية وبدأت ان انا اعمل كده هتلاقي عندك الموضوع اللي هو فيه حرية تامة او الخطوط بتوقع معرجة خالص خلينا اقول ان انت عاوز تعمل Trace لحاجة زي كده بس ايه دك عملة Trash ومش عاوز تشوف التجعيد دي كلها او التعريجات دي كلها بتعمل ايه بتيجي هنا double click وتخلي دبان ما هو على accurate بتخليه على smooth full percent او تخليها على 50% فلو اجربنا على smooth like all the way like 100% وجيت انا اعملت حاجة زي كده حتى لو ايه دك بتتراش لاحظ معي فور الاسترور بيعد الامور كلها زي ما هي انا احاجي مرة تانية انا ماشي كده و ايدي اعمالها زي ما هي اعمالت Trash والخط مش مستقيم او 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 لاحظ بعد ما بسيب ايدي الاسترور بيضبط الامور كلها معي فده بيكون مفيد جدا لو انت ايدك مش مش سابتة او كلام اندي في الرسم حاجة زي كده بيعدل معاك الامور كلها بكل بساطة فانت ورحتك ممكن تخليه على smooth او ممكن تخليه على 50% فلنص هنا فانت حرية لك انا اخليه على smooth دلوقتي وهنشتغل بالموضوع ده طب كلام كويس جدا دلوقتي انا اتكلمنا لو عندك Tablet طب اعمل له لو انديش Tablet وعاوز اوصل لنفس الشكل ده او اللي هو الخطوط المحدبة من الطرفين الموضوع بكل وساطة هتعمل البراش الخاصة بيك طبعا من البراش ازاي خليني ايجي هنا اضغط على shape tool هنا وهي بإلبس tool واعمل بس دايرة صغيرة هنا دايرة دي اخليها مثلا black ويجي كده اختار على direct selection tool في عندي الpoint دي هسحبها هنا كده وعندي الpoint T اعلمها واسحبها على الشمال زي ما احنا شايفين كده اما تسحبها كده اما لو عايز تكون precise ممكن تضغط بالاسهم عندك shift اسهم ساهم يمين وتعد مثلا انا عندي دايرة دايرة واحد نين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا باجع التانية برضو بعد كمان تمن خطوات للعكس واحد نين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فاصبح عندك المسافة اللي هنا نفس المسافة اللي هنا لو عاوز تكون بالتحديد او مضبوط يعني لو انت حاسس ان دي عريضة شوية تقدر تقلل الفرشة من هنا حاجة زي كده فدية تكون الفرشة بتاعتك بكل بساطة يعني انا الوقت خلاص اعمل الفرشة ازاي الموضوع بسيط جدا ياما بتضغط على new brush وانت اعمل selection ياما بتسحبها هنا تسحبها على ال brush عندك بيجيلك ال option داو انت عايز تعمل اي نوع from brush scatter brush او art brush او 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 اوو او 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 خدق iş blue book او sole لاصبغ لك التحديد هاد او 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 انت افعل تواصل افضل ف Angie لو رأيت الكندارية وأيضا أشتغل بالماوس لو رأيتها فرشة وقصدت هذا الكندارية لو رأيت الفرشة مثلا 0 5 point يأتي هنا ألغي الفل و ارتفع النهاز للنفصل و أعلم عن الفرشة الجديدة التي فعلتها وبدأت أن أرسم لاحظ معي يبدأ من قليلة المتوسط و ثم قليلة أخرى وهو خط محدد وهو يساعد معيك في الموضوع الرسم فذا لما لديك البن أو التابلت أعتقد أن الموضوع وصل أتمنى أن هذا وصل وتقدر تعمل كمان فرشة تانية للرموش والشعر او للشعر لو انت محتاجها انا عندي فرشة هنا برضو فيه فرشة هنا وعايز اعمل حاجة كده اعملها كده اعملها كده اعمل كمان فرشة او دايرة اصد وتعمل ده باللون الاسود زي ما قلنا ويجي مثلا انا هلغي ده كده اعمل delete ويجي على الموضوع ده كده واسحب ده حاجة زي كده وبعدين عشان اعمل الموضوع ده تاني مره تانية اسهل طريقة لو جيت على pathfinder اعملت merge خلاص افل لك الموضوع ده بكل بساط او unite افل لك الموضوع في اصبح عندي الشكل ده لو حاس ان انت ال edge هنا و ال corners ده حد قوي بتيجي على الموضوع ده ممكن تقليلهم بس شوية او ممكن تخليها دايرة او حاجة كده ما انت عاوز ممكن تستخدم حاجة دايرة كده للحواجب او للرموش او تخليها حاجة كده بحيث انها تكون للشعر وكذا انت ورحتك يعني وبعدين تيجي بنفس الفكرة بتاخد الموضوع ده خلينا اعزود دي شوية كمان بتاخد الموضوع ده وترميه تحت في ال brush عندك هنا بنفس الفكرة بتيجي على art brush اوكي وبتيجي تختار نفس الفكرة انت ممكن تحدد دوت انت ورحتك او بعدين ممكن تحدده pressure او not احنا الوقت بنتكلم لو ما عندوش pin ممكن تعمل الموضوع ده وبعد اول دوت برضو التنت وبدأ اوكي اصبح عندي الفرشة دي مجرد بالفرشة اجيب ال brush عندي انا واقف على الفرشة الجديدة لاحظ معي اددك حاجة كده طبعا لو ده عريض جدا بتقلل مثلا على 25% او 25 point 25 point وبعدين بتبدأ ان انت تزبط امورك يعني مثلا انا لو هعمل كده حاجة للرموش او مثلا او حاجب او هشتغل في شعر او كلام من ده او حاجات من دي كلها فده الفرشة اللي انت هتكون محتاجها للموضوع ده طيب نبدأ اعطلنا الموضوع انا عشان الوقت مرة تانية الموضوع ده يأخذ وقت كثير وانا مش عاوز اطاول الحلقة فانييجد الوقت انا نجد عندي فيه layer هنا انا layer ده مقفول هشتغل على layer ده هعمل زوم ان وبدأ اننا حاولنا اشتغل بالقلم الفكرة انا عندي هامل اي دلوقتي انا هشتغل على قد مقدر يعني تماني ما كونش precise ما كونش مزبوط قوي فعلى قد ما قدر احاول اعملها بسرعة ابدأ مثلا من عند المنخير مثلا ابدأ كده انا عندي الفرشة اللي عملناها الاولانية لل pin او ال tablet وابدأ ان اعمل مثلا حاجة زي كده انا هاجي على المنخير وابدأ ان انا ازبط حاجة زي كده طعم الحاجات اللي مش بزبوطة عندك دي ما تقلقش منها ازبطها بعدين انا بس بعمل خطوط او بحدد خطوط ال wish ونبدأ ان اعمل حاجة زي كده لو ده مزبطش control command Z وترجع تاني حاجة زي كده ده مزبطش وترجع تاني دي الفكرة هو كل موضوع بس بتاخد وقتك وبتزبط امورك في الموضوع حاجة زي كده مثلا تمام وبعدين باجي على الموضوع الشفايف فباجي بابدأ حاجة هنا كده انت بس بتعمل موضوع شفي يعني بتشف الموضوع من الصورة اللي الموجودة تحت وبعدين هياجي تحت الجزء اللي في الشفايف حاجة زي كده مثلا واقفل دوت فدي الفكرة ان الوقت حاولنا انا ايه وصل لنا الموضوع الوقت حاولنا اصرع الفيديو بحيث ما تملوش او الموضوع ما ياخدش من هنا وقت كتير يعني فهاننا هصرع الفيديو شوية هكملنا اعمل بس ال outline عامل الخطوط اللي في الوش كله وبعدين نرجع نكمل الخطوة اللي بعد كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرجح شكوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوان دي كلها بعدين انا لو جيت مثلا عملت الابس دي اخترت اللون تاني هجا بنك مثلا هجا زي اللون ده وبدأت ان انا لون فاديله بس اللون ده حاليا خلي اللون ده اغمق شوية هجا زي كده بقى في عندنا الاوتلاين او العظم بتاع الرسمة هنشتغل عليه طبعا لسا الموضوع عندنا مخلص ولكن هنكمل الموضوع بتاعنا حالا الخطوة ثانية بعد كده اعمل 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 اعلم على كل ده كل الموضوع ده كده وبعدين اجي على الابجيكت ويجي على اعمل الموضوع ده وبعدين هاجي على ده وضغط على وضغط على مرش بدأت اوكي ففي عندي الشكل ده دلوقتي فطبعا لو عندك فيه الوان مختلفة زي اللون ده كده انا عاوزين كل يكون اسود لو عندك حاجة زي كده لو انا اضغطت ضغط على اللون ده وجيت هنا اخترت على select fill color like same fill color واضغطت على ده هعمل لي selection على كل الالوان الموجودة دي لو جيت على ال eye picker tool اخترت اللون ده خلاص حاليا كل حاجة بقت نفس اللون لو عملت zoom in كل حاجة بقت نفس اللون زي ما انا شايفين فدي البداية بتاعت زي ما قلت الموضوع ان انت تبدأ تخش على كده في ال details والحاجات دي كلها مرة تانية الموضوع شوية بياخد وقت و لكن لو انت عندك ال patient عندك الصبر او كده تقدر تعمل حاجات كتير فانا حاليا خلاص انا مش محتاج السورة اللي تحت بقى خلاص ابدأ اشتغل مع السورة اللي هي شكلها مفاش اي حاجة دي هنبدأ نعمل ايد الوقت انا عاوز اعمل نسخة من اللير دوت اضغط option واسحة بتحت بقى في عندي من اللير ده تمام وهاجي على اللير دوت اللي هو الكوبي اللي تحت اقفل ده دلوقتي اللي هو اللير اللي فوق واجي على اللير اللي في النص ده اللي احنا شايفينه هنه دوت هبدأ اعمل color لو انت عاوز تستغل مع color tone او skin tone او سود لون البشرة تقدر تاخد copy من الشخصية اللي انت بترسمها او لو انت مثلا عاوز تستخدم اي الوان تاني او درجات تانية الموضوع بكل بساطة لو جيت على swatches وجيت فتحت الايكون دي هنا كده هجيبلك فيه حاجة عندك options عندك كل options دي هنا كده هتلاقي فيه حاجة اسمع skin tones لو فتحت دي هجيبلك القائمة دي انا خليني احطها هنا كده القائمة دي زي ما احنا شايفين فيها درجات لون كتير قوي فانت بتحدد الدرجة اللي انت عاوز تشتغل معاها او كلام من ده فبالنسبة للشخصية دي مثلا خليني او انا هشتغل مع حاجة مش عارف زي كده مثلا لانا محتاج اعمل دلوقتي اي 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 او انا اقفع اللير التاني هجيب عندي rectangle وابدأ ان انا اعمل حاجة مثلا بفوق الشخصية كلها زي ما احنا شايفين كده واخلي ده في الخلف يعني لو ضغطت right click arrange send to back بيبعث لك الموضوع دوت للخلف فانا اعمل ايام جاي معلم على كل حاجة مرة تانية وبعدين اقضى اقضى بالشيب بيلدر طول هنا واضعت على option يعمل لي minus واشيلي الموضوع الزيادة اللي انا مش عاوز اللي برا زي ما احنا شايفين كده او في خطوة تانية لو جيت على pathfinder لو ده لو انت عندك فيه شكل صعب شوية او فيه anchor points كتير فده احتمال يخلي جهاز يهنج عندك الطريقة دي ولكن الطريقة التانية اللي ممكن تبع سهل جدا معاها لو انت اعلمت على الموضوع دوت على كل حاجة زي ما احنا شايفين كده وجيت على pathfinder وتغطي على mirage مرة تانية وهتيجي تضغط right click بتعمل selection right click تخش في isolated selected group هعمل لك الموضوع ده على ضغط ضغط هنا كده وعملت delete على الكيبورد وشلك الموضوع بكل بساطة لو انا مش عاوز حتى اللون ده اقدر اشيله بس اخليه دلوقتي تمام؟ الموضوع الغايد دلوقتي جميل جدا وبتقدر انت تشتغل بعد كده بالنسبة للعين والحواجب والحاجات دي كلها ونخش في موضوع shadow حالين الموضوع دلوقتي لسه مفوش اي حاجة او شكله مش مدي احق لحاجة خالص سنبدأ ان اشتغل مع موضوع العين انا لو اخترت العين هنا كده والعين دي ديتها لون ابيض حاجة زي كده بعدين جيت مثلا على باخد وقتي بابدأ اضبط اموري دلوقتي من المنطقة اللي دي دلوقتي هاديها لون تاني خليني اجرب مثلا الالوان دي او اخد نفس اللون اللي انا عملته هنا اللي هو بالنسبة لللبس اللي ضغطت على eye وعملت هنا كده فاداني اللون ده لو محتاجه يكون اغمق شوية حاجة زي كده وفيش مشكلة بس انا خليه فاتح حالين وبابدأ انا اضبط اموري زي ما احنا شايفين الحاجة الثانية برد انا عاوز املة ده باللون الاسود اللي عندي بحدد الملخير الاثنين اللي هم خرمين الملخير دور وبعد ان بيجي على shape delta tour اتأكد ان ده بلاك بس انا اضغط ضغطة هنا وضغطة هنا الداني اللون البلاك دوت انا بكده خلاص خلاص خلاصت من موضوع الملخير حاليا وفي اي تعادلات او اي ضبط بعد كده نعمله مرة تاني الموضوع بس بتاك صبر او وقت شوية انك تشتغل وتشوف انت بتعمل ايه ولكن حاليا ابدأ اشتغل انا مع الشادو هامل layer جديد اوضغط على new layer ده يكون بين الاثنين دول وبدأ اشتغل مع الشادو عندي الشادو تقدر تشتغل اما بفرشة او بالPin حسب انت وراحتك يعني فانا حاليا اشتغل بالفرشة عندي حتى انا سابع الموضوع معي مرة تاني انا واقف على layer دوت ابدأ ان انا اجيب البشرة عندي او ال skin tone اللي عندي هنا واختار لون غامق مثلا حاجة زي ده بحيث ان اشتغل بالشادو لو ده مطلعش غامق معاك اوى تقدر تزدبط امورك بعدين مفيش في اي مشكلة فنصيحة دائما انت اشغال في موضوع الشادو ستخلي معاك الصورة الاصلية على جنب او حاجة بحيث ان يكون ترجع لها تشوف الشادو منين او الصورة بتاعتها الشادو بتاعها بدأ منين بالظبط فنبدأ نشتغل على الشادو بس قبل ما اعمل ده انا احسن اللون ده فاتح شوية فنغمع البشرة هضغط ضغط هنا وهي ضغط على select similar وهي على الالوان اللي عندي ووديها لون غامق شوية مش في اللون ده او اللون ده فانا هبدأ مع اللون ده دلوقتي وبعدين هنشتغل نشوف ال details اللي عندي اتحدي انت هنشتغل مع ايه بالظبط الاول انا حاليا هبدأ اشتغل مع العين وموضوع الحاجب والشعر الاول وبعدين نشتغل على الشادو هسرع على الفيديو وانا بعمل حاجاتي كلها مرة تانية بحيث ان الفيديو مبقاش طويل قوي فهنبدأ نشتغل مع العين الاول ونزبط الامور اللي عندنا بالنسبة للعين هعمل العين ازدي انا لو جيت عندي جبت الدايرة هنا هعمل بس شرح بصة على عين واحد وبعدين نبدأ ان احنا اصرع على الفيديو بعد كده انا عندي الموضوع ده اعوز اخلي ده اللون ابيض هاجي اختار اللون ابيض وهعمل الدايرة هنا في النص الآن ليكون الرافليشن او الاضياء اللي في العين من العدسه او كذا لأجد ان اشتغلها على دادوت دايما اعمل حساب واستغل بالنسبة للاضياء والعا�айт وهجستغلها ليقول استغلاء اللير فوق اللير دوت اللي الغيرة ونشتغل عليه لن검 Lu Breed فيه ليرن ا appointments عن البشرة و pond Fresh اللي اختار لانه الجحر الأول فنم سنعيد بحيث ان اعمل Learn اشتغل على الحاجات اللي هاء الاضياء وهو كلام هفق الدالية وهناondo و900 اللدي الدايرة دي ستكون حاجة مثلا بالمسافة دي او بالحجم دوت وبعدين اخد نفس الدايرة عام بس زوم ان اخد نفس الدايرة اعمل منها كمان نسخة وصغر الدايرة دي شوية وضغط على shift حاجة صغيرة خالص كده بحيث ان تدينا reflection اللي في العين لو رجعنا تاني لو ده كبير شوية ابدأ ان انت اقلل الامور عندك اقلت على option او alt زائد shift وقلل عندك الدايرة دي لو حاس ان هي كبيرة شوية فده موضوع العين هنا ونعمل نفس الموضوع في النهى التانية لكن قبل ما نعمل دوت انا عاوز اشتغل هنا اعمل shadow اللي تحت برضه بالنسبة للشادو اللي تحت هعمل layer ما بين الاثنين دول لان فيه حاجاتها تكون في layer دوت وفيه حاجات في layer ده هعمل layer هنا ففيه layer بين الاثنين دول وفيه layer فوق الفكرة ان انا عامل ده لي لان لو عملت حاجات مثلا زي shadow عاوزها تكون behind او خلف اللي هو اللون الاسود بالنسبة للآيبراوز او الشعر او الحاجات دي كلها اقصو دي بالكلام دوت انا لو جدت مثلا فورش هنا واختارت لون زي اللون ده مثلا اطارت حاجة مثلا غامقة زي اللون ده تمام وجيت عندنا هنا على brush وبدأت ان انا الون ارجع مرة تانية اكبر حجم الفرشة عندي بس اشان اشرح الفكرة انا لو رجعت وانا واقف على layer دوت اللي انا واقف عليه حاليا اللي هو جديد ده واخد مرة تانية اللون زي ما قلت لون زي اللون ده مثلا اغمق شوية لو انا كبرت الفرشة وبدأت ان انا الون مثلا كده لاحظ معي shadow اختفى ورا الموضوع دوت لان انا layer عندي تحت لو انا عملت hidden شايف انت الخط اللي عملته فين فدي الفكرة وانت اشتغل على shadow وال highlight هتشتغل على layer دوت لو تشتغل على حاجات خاصة بالعين او حاجة تبقى فوق اللون الاسود تشتغل على layer اللي فوق دوت فدي الفكرة بكل بساطة انا البدا دلوقت ان اشتغل بالنسبة لل shadows هعمل shadows من هنا زي ما قلنا بتحدد تكون عندك الفكرة تشوف انت الشخصية بتاعتك shadow بتاعها جاي منين بالزلط يعني مثلا انا عملت حاجة زي هنا كده فده بالنسبة لي بقى shadow انا جيت هنا كده مثلا وبدأت ان انا اعمل حاجة زي كده وابدأ ان انا انزل ويتزبط معا الامور زي ما احنا شايفين كده انا هبدأ ان اشتغل في موضوع shadow هنا ده اللي بيحدد معاك او بيخلي الشكل بتاع الرسمة عندك فيها depth او فيها حاجة زي كده انا بس شرحت الموضوع بسرعة مرة تانية قبل ما تكمل واصرع الفيديو وانت شغل على العين هتشتغل على layer اللي فوق لو انت شغل العين والشعر ده تلزف شعر اشتغل على layer اللي فوق ده اشتغل على shadow الهاليات هتشتغل على layer اللي مبين الاتنين دونه ونبدأ ان احنا نزبط موضوع الشعر بتاعنا وارجع لكم في سواني موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 دعني لديك الصورة تكون فيه ريفرنس جنب منك تشوف فين الهيلايت وهكذا ومشارط الصورة تكون فعلا نفس الشكل بتاع الشخص يعني اذا كنت بترسم فيكتور ارت وكذا حاليا دلوقتي انا خلاص انا هتطرر نراها في الغاية كذا بشي عايز الحلقة تطول جدا هبدأ بس ان ازبط شوية موضوع العين هنا واشتغل في الشعر وبعد كذا نشوف الشكل بعمل ازاي فعشان موضوع العين هنا فيه حاجات بسيطة هنا هبدأ اعدلها او ممكن ما اعدلهاش مش عارف مش عشان الحل ما تطولش مني ولكن انت وانت شغال حاجات زي كده تبدأ انت تعدلها حاجات زي كده تعدلها وبتزبط الامور اكتر واكتر واكتر انا حاول اعدل على قد مقدر هنا واشتغل على الشعر وارجع لكم تاني بعد ما عمل التعديل ده ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة